بسم الله. توقعنا على الله. ورق العنب محشي ورق العنب بطريقة سهلة. آآ النتيجة ممتازة. الورقة هتدوف بقك. آآ بدون اي افتكاسات خالص. هنبدأ الوصفة بتاعتنا على طول. معنا هنا ربع كيلو من الورق العنب المجمد. ده كان نوع صن شعين. طبعا انا ما بعملش الدعاية. آآ بس انا جربته انا جبته جاهز. انا مش انا مش عايزين نتعب نفسنا في كل حاجة. آآ المهم آآ ده بدون مواد حافظة على فكرة. هتلاقيه مكتوب كده المقونات ورق العنب مجمد. بس طالما طلعتي هتستخدميه على طيق وعلى طول. انا حطيته في مية بس دافية كده. عشان يبدأ يدوب معنا. لحد ما يفوق. وحد ما يفوق. آآ هكون نجهزة معنا كبايتين الا ربع من الرز المصري. هنهيتوب بس غسلته. وصفيته كويس بس من المية. عشان المية بس ما تقصرش على السلسة بتاعتنا اللي ها هملينا مية كده. تمام كده. الخطوة بعديها. في حالة على النار. هنضيف آآ ربع كوباية من الزيت النباتي. اتنين بصلة آآ بالحجم ده. آآ يعني بصلتين متوسطين او قليل من المتوسطة كمان. ممكن تحطي بصلة كبيرة كفاية. ضفت عليها آآ معلقة صغيرة آآ من التوم المفروم. تقريبا كده خمس فصوص من التوم المفروم. معلقة صغيرة بمليانة آآ ملح. نص معلقة صغيرة فلفل اسود. معلقة صغيرة كمون. معلقة صغيرة كوزبرة جافة. هنا معلقة من البهارات اللحمة. ممكن تستبدليها بسبع بهارات. رجعت ضفت هنا نص معلقة صغيرة بابركة. نص معلقة صغيرة سماء. ده اختياري. ربع بس معلقة صغيرة من الشطة. انا سيب لكم المقونات في نهاية الفيديو. حكتبها لكم عشان ما تتلخبطوش بس. معلقة هنا كوباية ونص من عصير الطماطم. يعني كوباية كبيرة. ممكن تكون مسلا آآ خمس حبات من الطماطم. من عصير الطماطم. اضفت عليه معلقة كبيرة من الصلصة لو عندك. هتدي طعم ولون ممتاز للصلصة بتاعتنا. هنا خلاص كانت الصلصة بتاعتنا السبكت. آآ تعرف اسنان السبكت ازاي? الزيت هي بدأ يطلع الوش وهنا تعرف انها السبكت على طول. هنا ورق العنب بعد ما فك. آآ نغسلته كزا مورة بالمية. تحسبا بس عشان لو فيه اي روايح اي طعم مش حلو. هو عموما ده مش عليه موضح حفظة بس برضو غسلناه كزا شوية كزا مرة كده بالمية تحت الحنفية كده. وبس خلاص. هنبدأ نجهز نزيف الخلطة بتاعتنا على بعضها. دفنا الرز. هنا نص كان عندي خضر مجمد. آآ نص حزمة بقدونس. نص حزمة كسبرة. نص حزمة من الشبت. آآ كنت كانوا متفرزين عندي. دفت الصلصة. لو انت اول مرة آآ لخايفة الصلصة تبقى كتير. ممكن تضيف الصلصة بتدريك بتدريك. عشان بس ما تبقاش كتير عندك. انا عموما بحب الصلصة بتاعتي انا احمر بحس بالخدر كتير. اول حاجة هنجيب ورق العنب على الجهة اللي هي آآ العروق فيها برزة بالشكل ده. هنسيبها الجوة. اللي هو الجزء الخشن ده هنسيب الجوة. نضيفت معلقة تقريبا صغيرة كده آآ مليتها من الخلطة بتاعتنا. وبدأنا نلف المحشي بالشكل ده. هلف بس كام صباح معاكم. ما فيش ولا فيش ولا حبة رزة طلعت آآ من الورقة. حتى لو الورقة آآ متقطة عندك طالما انتي لفتيه من الجوانب كده آآ برامتيه كويس من الجوانب. ما فيش رزة يطلع مني خالص. ما تنسيش في نهاية الفيديو. لو عجبك آآ سيبي آآ لايك وكومنت زريف منك كده. لو حبيتي يعني. آآ ربع كيلو على فكرة عمل كمية حلوة قوي. آآ يعني ما هوش قليل. وبس كده خلاص. احنا هنا آآ خلاص خلصنا الكمية الورق العنب بتاعتنا. في لو عندك الجهاز بتاع ورق العنب آآ هيبقى هيساعدك بسرعة جدا. انا فيك عملت وانا واقفة. ما اخدش مني وقت خالص. في نفس الحلة اللي انا كنت مسبكة فيها آآ الصلصة بتاعتنا. مشان ما نستهلكش بس حلال كتير. ضبت شرايح من البطاطس. ممكن تضيفي شرايح من القذر براحتك. بدأت لفيت الورق بالشكل ده. احلى حاجة في الوصفة دي. يعني انا ورق العنب كان مجمد. الخضرة كيت عندي متفرزة. حتى الطمطة كيت عندي متفرزة. فما اخدش مني وقت نهائي. طبعا سر التسوية. التسوية بطريقة يعني آآ ممكن تكوني عرفاها. بس انا هقولك التسوية بتاعتك هي ازاي? هنا العكس الطبقة التانية بقوم عمنا الورق العنب باتجاه عكسي. يعني ده لو بطول بعمله بالعرض. بس كده خلاص. بكون مجهزة عندي آآ شربة. انا كنت غالجاها. آآ اي شربة عندك. آآ لو ما فيش عندك شربة. ممكن تجيبي مية تدويبي فيها آآ مرأة الدجاج. لو بتحب المرأة مفيش خالص عادي ممكن تنحطوا مية مفيش مشكلة خالص. بس طبعا الشربة بتدلوا ناكها حلوة. وبتبقى الطبق برضو غني يعني في آآ كومة غزائية طبعا اعلى. انا حطيت آآ المية آآ الشربة آآ 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 اسفة. غطيت بيها الورق العنب بالشكل ده. بس طرفي ورق العنب ظاهر. يعني مش متغطي بشكل كامل. جبت نص عصير اللمونة عصرتها على الوش. بعد كده آآ زيت كده معلقتين رشية رشة زيت آآ بص على الوش كده. رشة زيت. اللمون طبعا هيساعد انها يستيوي بسرعة. في ناس بتحط اللمون في النهاية بلش لازمة. اللمون حطيته في قبل ما سويه. والنتيجة كانت عالي العالي. اول ما الشربة بدأت تغلي معنا كده. بالشكل ده. انا وطيت النار خالص. تمام? وطيت النار خالص. وسبته بيستيوي براحته. تسوية يا جماعة آآ ما اخدش مني غير ساعة زمن واحدة بس. ساعة زمن. ساعة واحدة. ولقيت استوى الورقة دايبة تماما. طبعا دقي طبعا. آآ بتدوب في المؤ كده. مش آآ مفتلة. ما هيش ناشفة خالص. انا الحلة بتاعتي طبعا كانت من فوق كده. مش 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 مستوى اصلا. اليد بتاعتها كان عاملة عازل بين الطبع. فطبيعي جدا بتاع مش هيطلها مزبوط آآ مية في المية. انا بصراحة كنت نوم يا قلبه عادي للقلبة العادية. بس قلت يلا اجرب زيكم. نعمل شكل حلو للطبق كده. البطاطس المستوية آآ ما تحرقتش. ما فيش حاجة لازقت في الحلة. شايفين الطبق في منتهى الجمال. آآ وصفة سهلة تغيير الطعم يا جماعة. صدقوني. لازم تجربوه. آآ مش هياخد منك بدون تجهيزات اللي هنسلق ولا هنعمل. ولا هنجيب كروم بنسلقه ولا ورق عينة بنسلقه. الورق جاهز مسلوق جاهز. يدوف فكناه في المية آآ غسلناه. بس كده بدأنا نلفه. عملنا الخلطة. غسلنا الرز. آآ مفيش اسهل من كده. آآ عندك بقى شوية آآ فراخ متحمرة. عندك شوية لحمة. عندك شوية باني. آآ غدا اقتصادي سهل ولذيذ. آآ زي ما انتم شايفين. الطبق بيتحدث عن نفسه. ما تنسونايش لو انتم اول مرة زروني الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. عشان يوصل لكم كل وصفاتي. انا في وصفات حلوة قوي قوي على القناة. مهدور حقها. يا ريت تدعموني. عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن. مع السلامة.